اذا وقف العباد على السراث لوم اقلامه لاب الله وقال عن الله انا الملك وعزتي وجلالي لا يعادر هذا السراث واحد من الظالمين ثم ينادي ملك من تبال الله سيقول اين الولنة اين عوام الولنة اين من برنهم قلما اين من لا ولهم دواتا ثم تنادي جهنم على المؤمنين ستقول يا مؤمنين قصر عبدالله على النصر إلا بورك أخوانا وما وقف العباد على السراث وما وقف العباد على السراث والسراث جزر جزر مغلوب على قفة جهنم روى الامام مسلم انه احد من السيف وارفع من الشعر لكن له يستسع على حفر الأعمال روحك العباد على الصرار ماذا الله ماذا الله وقال أنا الله أنا المبي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا يعادر هذا الصراط أحد من الظالمين أين أيضاً يا ذهبون فرقف لنحضرنهم الشلاطين ثم لنحضرنهم حول جهر المجرية ثم لنبعن من كل شرعة أيهم عزد على الرحمن عزيجاً ثم لنحن أعلى بغيتي لهم أولادها قليلاً وإن من كل شرعة واردها كان على ربك حسماً مقضيلاً ثم ننجل فينا التقو ونظر الظالمين في هذه سرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة